افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اعمال المنتدى الاول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية والذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الفترة من 11 حتى 14 من يونيو الحالي في مدينة شرم الشيخ يشارك في المؤتمر وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة افريقية بالاضافة الى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية يعقد المنتدى هذا العام تحت شعار التكامل من اجل النمو حيث سيبحث المشاركون في المنتدى سبل التنصيق المشترك وتعزيز التكامل بين هيئات الاستثمار الافريقية لتهيئة دول القارة كوجهة مستقرة وجاذبة للاستثمار الاجنبي المباشر قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية الهائلة وتعزيز تنافسية اقتصاديات دولها ترجمة نانسي قنقر